بعد مضي عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني واشنطن إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق مشيرا إلى أن الإجراءات الأمريكية السلبية اتجاهها بلغت مرحلة تستوجب على إيران المعاملة بالمثل لاريجاني وفي كلمة ألقاها في الجلسة العلنية لمجلس الشورى انتقدت تقرير الأخير للأمم المتحدة حول النشاطات النووية الإيرانية مضيحانا إشارة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى التزام إيران هو أمر مشجع لكنه لا يشير مطلقا إلى مخاوف إيران وشكواها من عدم تنفيذ كل التزامات مجموعة الدول الست حيال الاتفاق النووي هذا وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصف في وقت سابق الموقف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني بأنه لا أساس الأح يشار إلى التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي لقي استياءا كبيرا من عدة دول غربية وأتم وصفه بالمسيس والبعيد عن إطار تغضية الحقائق المتعلقة بإسير تطبيق قرار مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني